أولا قبل كل شيء الخطر لم يزول من خارطة المخاطر والكارثة البيئية لعدة أسباب سأذكرها طبعا فيما بعض بالنسبة للنفط كما تحدث اليوم المتحدث الرسمي في اللقنة الوطنية لمخاطر صافر بن عدن أذكر بأنه حوالي 865 ألف برميل من النفط تم نقل من صافر إلى اليوتيكا السفينة الثانية يمثل حوالي 76% من النفط الخام اللي كان موجود على صافر طبعا هذه عملية مبشرة طبعا بهذا القدر 76% من النفط تم طبعا نقل إلى السفينة الجديدة الوضع الكارثي كخبراء نحن في المؤمن المتحدة سابقا طبعا وخبراء البيئة بشكل عام أنه لن ينتهي الخطر قبل أن تتحدث عن مخاطر قبل أن تتحدث عن المخاطر يعني تبقى في الناقلة 24% نعم 24% لماذا لم ينقل كامل؟ هي تبرع بالمراحل نتيجة أن الخزانات صافر لها زي ما تقول آلية خاصة لعملية الشفط وسحب النفط فالخزانات التي في المقدمة في مقدمة السفينة ومقدمة صافر يتم وطيرة النقد تكون سريعة تتم بشكل سريع لكن الذي بالوسط وبالأخير العملية لا تكون بنفس الوطيرة أو بنفس السرعة فبالتالي تتباطع عملية النقد وهذا كما ما أشار إليه المتحدث الرسمي باللقنة الوطنية لمخاطر صافر اليوم بالحديث لقناة الغد المشرق هذه الآلية الآلية طبعا هي مدة الخبراء في الأمم المتحدة وضعوا قدوة الزمني تقريبا وضعوا حوالي 14 يوم يعني أسبوعين طيب ولكن حد الآن الآن 11 يوما 11 يوم عملية الناقل فيها فلسه باقي معنا حوالي 4 إلى 5 أيام تفضل؟ المخاطر بالنسبة للمخاطر نحن كخبراء خاصة في المقالة البيئة البحرية ليس النفط بحد ذاته هو المسبب الرئيسي طبعا الخطورة الكبيرة بالنسبة للنفط الخام ولكن السؤال يأتي ما بعد التخلص من النفط الخام إذا أفترضنا وتمت عملية النقل بوثيرة ناجحة حوالي مثلا 99% إلى كذا الخطورة تبقى بأن المخلفات التي تبقى من خزان صافر والخزانات السابقة المهترئة وهذه تسبب أنها طبعا فيها نسبة كبيرة من المعاذن الضارة بالبيئة فعملية التخلص من السفينة هل سيتم بقلصها؟ يعني سيتم قلصها وهذا فيها من خطورة لكونها بقت مهترئة لمدة أكثر من ثمان سنوات بدون صيانة فيمكن يحصل لها تفكك أو أنها تم غرق أو أجزاء منها تغرق في بيئة الباحر الأحمر وهذا يسبب طبعا بدون شك خطورة كبيرة جدا كارثية على الشعاب المرقانية وعلى الكائنات الحية وعلى التنوع البيولوجي بشكل عام لذلك عملية يقبل أن تتم بحرص شديد من قبل خبراء الأمم المتحدة أنا من خلال قناتكم قناة اليمن اليوم أنا أشهد الأمم المتحدة أن تقوم بعملية ما يسمى بتقييم الأثر البيئي دراسة تقييم الأثر البيئي وهذا من الأهمية بمكان يسمى الإي آي إي إي إنفورامينتل إمفاكت أساسبنت هذه التقييم الأثر البيئي بعد حتى وأن تم نشل نشل الخزان صافر إذن يقبل في المنطقة هذه بحدوديتها أو على المنطقة الزوم يقبل أن تم عملية تقييم الأثر البيئي نتمنى أن تصل الرسالة نتمنى أن تصل الرسالة دكتور علي العمودي ترجمة نانسي قنقر